كمان مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب وجه كل التهاني للمملكة العربية السعودية عن نايل شرف تنظيم كأس العالم 2034 وقال النادي الآلي في برقياته المجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب أعضاء وجمهير النادي يتقدمون بخالص التهاني والتبركات إلى الشعب السعودي الشقيق القائمين على المنظومة الرياضية في المملكة بمناسبة الفوز بحق تنظيم بطولة كأس العالم 2034 مؤكدين على ثقتهم الكبيرة في قدرة المملكة العربية السعودية وأبنائها على تنظيم نسخة استثنائية وتاريخية من البطولة وهو الأمر الذي يعزز قيمة ومكانة الكرة العربية على الخريطة العالمية نجاح العرب في القدرات التنظيمية وحتى في بطولة كأس العالم التي كانت في قطر من حيث النتائج التي أدوها والدور السعودي والتطوير الهائل الذي يشهده أصبح قبلة لجذب آل مع النجوم ما بقتش أمريكا الوحدة يعني هو يمكن سحب البساط من أمريكا ومن دوريات العالمية كبيرة من أوروبا تقريبا فلا هو الاتحاد الدولي مطمئن تماما دلوقتي لما بيروح يسند ولازم برضو نقول المغرب ستسند في 30 مع أسبانيا ده اللي استحقت عليه المملكة المغربية تهنية مجلس إدارة النادي الأهلي أيضا أنه مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتو محمود الخطيب وأعضاء وجماهير النادي يتقدمون بخالص التهاني إلى الجماهير المغربية الشقيقة وكل القائمين على المنظومة الرياضية في المملكة المغربية بمناسبة الفوز بتنظيم كأس العالم 2030 ضمن الملف المشترك للمغرب مع أسبانيا والبرتغال وأكد النادي الأهلي في بيان رسمي على ثقته الكبيرة في قدرة المملكة المغربية على أن تكون شريكا فاعلا ورائعا في تنظيم كأس العالم بما تملكه من كوادر متميزة وبنية تحتية متطورة برضو ده استمرار لثقة الاتحاد الدولي في قدرات العرب يعني المغرب عملت بطولة العالم للأندية ثم حققت نجاحات مبهرة على مستوى الكرة النسئية والشباب وأخيرا المركز الرابع في كأس العالم بأداء مبهر والمغرب كمان لها محاولات سابقة كتيرة أكتر دولة احترمت كثيرا ده يعني خضعت للمؤامرات مرتين المهمة مش هي كده يعني بص المعنى الأكبر أو خلف هذه الموافقات من الاتحاد الدولي الاتحاد الدولي لا يمكن حيعمل بطولة اللي إذا كان مطمئن للنجاح المادي بتاعها يعني التسويق يسبق الفنيات فمعنى كده أن ثقة الرعاة في البلدان العربية في تنظيم الأحداث الكبرى أصبحت متوفرة تماما جنوب أفريقيا نظامت في أفريقيا النهاردة قطر وسعودية في آسيا قطر أبهرت نرجع تاني في ملف مشترك لأفريقيا عقبالنا يا رب ما نقدر لما نستحق من مكانة وقدرات هائلة نحن نبقى في هذه الدائرة بإذن الله ولعل من حصل الطالة وإحنا بنقول عقبالنا يا رب يتولى مقاليد اتحاد الكرة مجلس إدارة جديد برئاسة المهندس هاني أبو ريدا عضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد الدولي بل أقدم أعضاء الفيفا يترأس اتحاد الكرة في دورة أخيرة بالنسبة له وأيضا مرصعة بكثير من الألام والأحلام للجماهير المصرية الأمال الأمال والأحلام بالأمال والأحلام لتنظيم أوضاع الكرة المصرية الكرة المصرية تستحق أنها تكون على خريطة الكرة العالمية والإقليمية في مكانة أفضل مما هي عليه بكتير في كافة منحيها وتفاصيلها أعتقد بداية اجتماع هاني أبو ريدا ومجلس إداراته بالأمس بعد تولي العمل ونيل هذه الثقة الكبيرة من الجمعية العمومية يضع على أبو ريدا ورفاقه مهام كبيرة جدا وكثيرة يا باش مهندس لعله ظهرت بوادرها في مجموعة من القرارات المبكرة والسريعة يعني قلت لي علاقة بالتطوير ولا تغيير فلان مكان فلان ما هو برضو بداية التطوير تنظيم دولاب العمل يعني بقى في تفعيل كتير من يا أستاذ أبراهيم بداية التنظيم اللي جاي جاي يعمليه فاروح مغير عشان أكلفه الجوب ديسكريفشن لما يكون جاي بمهمة جديدة مهديت قالتلي بس ما كانش فيه مرجعية ما كانش فيه جوب ديسكريفشن أنا عملته للي يجي بعدية لأن ما كانش فيه مرجعية أني نادي يعمل شركات أو يعمل إدارة تحول النادي إلى شركة أو شركات فأنت كنت بتجري في المجهول لكن لما يبقى أنت ممثل لاتحاد الدولي الأقدم عندك كل الأسرار عندك كل أسرار النجاح افرضها فرضاً على الواقع المصري ما تاخدش رأي حد وما تفكرش غير في الرياضة المصرية وانت قلتها آخر فرصة عشان كده أنا هو قال جملة في حديثه الإعلامي عايزة توقف عندها أستاذ براهيم يعني هو يتحدث قال التاركة فقيلة طبعاً والمهمة صعبة